السلام عليكم الحبيباتي عسلمتكم ومرحبا بكم في هادالنوفالفيديو الي طلبتوها مني ميرارا وتكرارا بزاف منكم قلتو لي مريم وريننا كيفاشخدمتي لكوزين او انفان قلتو لي وريننا كيفاشخدمتي الدار انجنرال لكن اليوم انشاءالله رح نبدأ بالكوزينه قلتو لكم كيفاشخدمتها وشعودت فيها واشنهما اللي ماتيغيو لخيرتهم هكذا باش انشاءالله كامل لي رهم يعودوا فليكوزينتا وحام يدوا أفكار ويستفيدوا إن شاء الله من التجربة ديالي باش نتفهموا لبنات هذي مراهيش جولة في الكوزينة راح ننركزوا بوكو بلوس على كيفاش خدمت وبواش خدمت يعني واشنهما لما تريوا اللي خدمت بيهم إن شاء الله راح يكونوا بوتادخ جولات في المرات المقبلة لبنات إلا عجبتكم هذي الفيديو وهذي النوع من الفيديوهات ما تنسوش تديروا لي جامل هذي الفيديو تشتركوا في القناة إلا كان مازال و تاني تشتركوا على صفحتي على انستغرام مريم لايفسايل هكذا باش تشدعوني وانكتر منهم إن شاء الله يالله هذركا بدون إيطالة بسم الله أول حاجة راح نبدو بها إن شاء الله هي لحيوت راح نتوفو بلي احنا درنا دونك دلافايانس تكون اوني من الفوق والتحت وفي الوسط انا شوزي اوني خريدانس باش نبهيو بها لحيوت تعالى كوزين ديالنا نبدو أول نصيحة فيما يخص لحيوت ديالها في الالوان انا بنسباليا يفو توجوه اوبتي بور ديالي يهديو العين يعني نكونو فيهم مرتاحين ولي نقدرو نصبرو بهم أعوام وآوام على بنا بلي مشي كل عام وعامين راح نديرو الأشغال في الدار ونبدو لفايانسة على كوزين دونك يفو نخيرو الألوان تكون مضروسة ألوان نرتاحو فيها ونقدرو نقعدو بها أعوام بلا من ملو منها راح نصيبو سور انترنت ديالكوزين في الغوش في البلو في الورانج سيطرر بو نوان نديرو لكوزين بس اعرفوا بلي هادو ما ألوان راح تري vite جوز لاتندانس تحا معني حي ديموداو وتاني راح ننملو منهم ونفدو منهم رابدما دونك أنايا سكو جي شوازي پور ما كوزين هادو ما لتون بيج بلون مارون كلاير وطب voilà ألوان هادية بيهية وضوي لابيس دونك فيما يخص لفايونس هادية سمبل راح تشوفو فيها انا شوازي في هاد كما قلنا للكولور بيج جاية مغبغي شوية مغبغي هكذا بالمارون كلاير ننصحكم تخيروا لفايونس تكون ملساء باش تسهل عليكم التنظيف على كوزين لكوزين لفايونس هادية لان نشير حاجات غالية بوغي لانه مليحة مخصها ولكن هذه الكريدان هذي هي اللي ها بلتعليها هاد لستيل vintage تعى كارود سيمان جاد دورسيه فراموh انه تسيلي جيد وانديمودابل نرحلي هاد هوما لتخوش الكريدان هذي نحووسهم فى الحاجن لنشره ها هذه هي ريوني الثلاثة يوجد أعوام عليها لا يوجد الألوان منها لا يوجد الألوان منها والآلوان أعجبوني هي ريوني اسبانيول لا تتبع بالحبة طول العدد هو 60 على 60 لا تشوفون هذه رصومات لكن الحبة لفايانس سيكون 60 على 60 كما تشوفون الثاني أنا لفايانس تعيدتها من البلافان حتى لسول أولا تقول لن نحق لفايانس حتى الفوق أو لا نقوم لفايانس ونصبغوا الحيوط على الكوزين ولكن أنا فرنحا ما تعرفوني لا نتبع لفايانس نرى ما يساعدني أولا تقول لفايانس من الفوق للتحت هو أكثر عملي بالنسبة لي التنظيف سيكون أسهل لكوزينة ثاني ماشي كل مرة نقعد نقول اه ريت نفخت سبيغة اه ريت قشرت ريس فارت لا 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 كائن اللوكال و كائن الامبورتشون ستجعلوا بشكل جيد و انا حقيقاً الشي اللي عجبني عجبني من تماما شيرينا كلش تقريباً ملتم هذا هو الريزولتات فنال ميورت على كوزين ديالي اعتوني رأيكم انتوما في كما قلنا البنات نقول و نعاود ديروا وشي ساعدكم انا نعطيكم فقط نصائح لكن كل واحدة اكيد لازم دير وشي ساعدها نجوز درك للمكين بان الرسوم كيف نحن كيراً ما نخيف الجالاكسي نور كي ينصحنا بيه يعني يظهروا خطين جناس و يدعون اراء كثير مقبرية و نصحنا في الجالاكسي و وعلي تقول لك عليك ان يكون مصير اليسوما الان كانت نوع اخر من الروخ يعني لو كنت تغلطتها الموس ونالتقيسة بكشتنا سيتغلصت خدوش من الفوق ام انا قد طرق سمعت بذلك جا الماني كم من هذا المستخدمات من المستخدمات ثاني يتجعون عن مخيمات المغرب إذا كنت تتريد لها محبرة على كمهورة أو كمهورة يجب عليها مقاربات المستخدمات ثاني أول مستخدمات المستخدمات المستخدمات ام اشتركوا يقول لها الهجائزة الذين كانوا يترجمون بمثارة وعندما تناولون وعندما يتم تظهر بلا المواس ولكن لن يجب على التطبيق في القطع المواسطة هي مهرسة بشكل مهرس ولكنه مهرسة لا يدبغش الحق هذا بالنسبة للجانب الإيجابي والتاني جانب إيجابي أنه الهدف جيد الهدف جيدة مع كامل الألوان الكوزينة لنسبة لون تحضره جالكسي نوع ويخرج عليه دوحفة هذا هو الجانب الإيجابي ولكنه جانب سلبي هو الهدف جيدة لا تقول لأنه الهدف جيدة لا يوجد بسرعة نوعية تترمبه لكي تتكلم يجب أن يجب جهد كبير فوجد من شخص أو أن تتجد ميوال موش يجب أن يقوم بشهد كبير يجب أن يكون عقابي لكي أضمنه ، لكي أعطي لك هذا الهدف جيدة سأعطي لكم من هذه الزاوية باش توفوا لبسور ديالو في ها سمك تاعة تنين ولا تلاتة سنتيمتر كما قلت لكم على حساب الخوبارة وعلى حساب آراء الناس هو أحسن منتوج يعني لبلان تراوي ديالكم انا يتبعت الآراء تاعة لكونيسور والحق للموقع جيسي ساتسفة مام الجانب الجمالي جيسي ساتسفة وهذي تجاج السحري يا تاعي يلي بيضو تلقى هذي بيتها هذي سلة انجوزو دوركا للأرضية الليبنات بالنسبة للأرضية احنا يعني كنا ديركتما وجهنا الاختيار تاعنا لفو باركي نوك رحنا جس يعني برشوزر لكولور لموديل مانتوكا كنا حابين ديال فو باركي فلسل تاع الكوزينة ديالنا هاد لفو باركي سان فو باركي اسبانيول شرناه توجو هادك الويلاج تعدال إبراهيم طول تاعو فيه تمانيين العرض عشرين ولا كولور كيمارا كوتفو الهنايا توجو في لطن هادو ما بيج مع الماغون الوان يعني تتناسب مع لفاينس لخيرناها إلا كريدانس ننصحكم كي تجو تخيرو ديال فو باركي لبناء تخيرو ديال فو باركي لتكون كل حبة مختلفة على خدها بسكو كي رحنا في الماغازة لقىنا يعني موديل فو باركي وين المم موتيف يطبعوه على قاع الحبات عندما تشاهدوه في الكارتون يبن لكم شمينهار يتفرش سوف تكون موتيف يتعود في قاع الحبات يعني سوف تكون نافية ناتيرل لفو باركي بلغ كل حبة مختلفة على خدها يتفرش رحيبا بلصح اندريخ خاشب رحو مخدم به ناصحة مهمة جدا ثاني تخير اي نوع من ارضية لكي أردوها خير نوعية لما تكون تزلق انا هذا اول حاجة نحوص عليها في الارضية لنشرها جد تست نمشي في الدار وخايف لنزلق اوغور دوسا هذا ما شاء الله يعني ماملوك نصبي عليه الزيت يقعد ما يزلق وثاني تخي تخي فاسي لانتوا بك اوغور دوسا باقي مع نشيش يطلع يشعر النتيجة تخير جيدة ومهما انا لا أحب لدال دوسول انا اصبحت لدينا نحن اضع فوق ونصب نحن كامل نحن نجزو دركا الو بلافان تاع الكوزينة بالنسبة للو بلافان يكون بالبلاكو بلافان خدمناه بهذه السفايح الخضورة اللي يكونو خاصة بالكوزينة صال دبا تولات حاشاكم كامل اللي فيهم الماء خدمناه تو سمبل يعني ما فيه اوكي ديكوراسي انا حبيته يكون هكذا بشي كون سهل التنظيف ويكون باين ما فيهش يعني اه وما نقدرش نلحق باش نتوايهم ديكوراسي يعني تو دغوا ما فيهش ديكوراسي بنسبة للإضاءة خيرنا هادوما لسبوت فضلنا نديرو لسبوت باسكو اللي غاشتحهم يكون موزع مليحة على كامل الغرفة دونك كانتخير من اللي سخ اللي تكون يعني الإضاءة تاعو غير في الوسط درنا هادوما لسبوت اللي فيهم لومياق دو نوع يعني يقدرو يشعلو سفورة ولا يشعلو بيوضة حسب ما حبيتين تيا وحنا درنا فيهم بتاع انك تشعلين نص تاع الغرفة ونص الاخر وحده يعني نقدر نشعل النص تاع الكوزين ديالي ولا نشعلها كمبلت داكور نوكلو كان نكون ندير أعمال مثلا تطلب فيهم إضاءة كبيرة نشعل كامل سينو إذا كان نحبيت إضاءة تكون خفيفة ومتعينيش بزاف نطفي النص ونخلي النص شعل كما راكو تشوفوا الهناية في الزيماج هنا يدونك هني طفيت كلش من بعد نقدر نشعل النص ونص ثاني يقعد طافي هذا هو البنات بالنسبة لبلافون تاع كوزين ديالي الماء يلا نحبينا دوركة لنشعل الإضاء كوزين الرجل واحد اخدمت ديالي في الصور من المزيج لقدارنا نوافر بحنال أمسال الجزيل لا يخرج لقété لقدارنا لقدارنا بحر BU 我們 قارنا لقدارنا دوغا دوغا بشيئت عاودنا كما قلو بلوزور فوا لكون حتى خرجنا في لكون اللي عجبتنا واتاتنا وكانت اكتر عملية بالنسبة لنا ألوغ بور لا غياليزاشون درتها كما قلت لكم عند أمونوزي بالنسبة لنوعية الخاشب نوعية الخاشب هي سي دو أتر مانكدبش عليكم ابنات حبينا حاجة تكون سوليد وتعدوام وماكاش ما أحسن في هاد الماجال ملو بوا أتر دعكار؟ صح facilities وكلام Viruit يوجد رائعين توجد إلا وشابين هايلين المكلهة دي صف más Literally أمور لدينا أخذ الخشاب طبيعي بالنسبة لللاون لدينا أحبها البيض لدينا أحبت المسكين بلانة لكن كما تفعلنا بخشاب طبيعي الآن نعلم المتحسين عن عمل بأكس بشكل جيد وعلى عمله لدينا لكي نزيل نتيجة جيدة 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 رائعة هذا هو موتيف سميلي متواجد جدا و الموتيف سميلي و سوليد سوف نذهب للحوض او لفيه تاع الكوزين ديالكم انا يا لبنان تريدت لكم اماج لحناية تاع تيب دفيه اللي انا انا بمو امبوسيب لنديرو بسك اللي با بخاتيك دوتو هاد لجور دفيه رح يساعد بلوس مو الماربغ بسكو علاش يجي يقطع الماربغ يعني بطريقة عشوائية ومبعد اوب يحط فوقو لفيه ديالكم من بعد انتلة باسي بالتنظيف بسكو هاد لجور دفيه جاي عالي على الرخام دونك يعني باش جيت مسحي ولا باش جيت نضفي رح لما يدخلك تحتو من بعد ديو غاد لاموازيسور ديو كالكير تعاني فالتنظيف ديالو دونك انا نصحكم انكم تبتعدوا كل البعد على هادو ما لتيب دفيه اللي راهم يعني يتبعوا بخطوعة كل حال وهو ما جب لربيل الخص تمانا وما نصحش بيهم البنات بسكو كي ما قلنا بلاك شاب بنيونكو شتخوف مين باكسبو يعني علش هقدك يجي عالي على الرخام جيم با ديو تو ان بسكو ما قلنا ماشي عماليين ويسعبوا عليك عمالي تنظيف يتسرب لهم الماء يشدو الكالكير يشدو الموازيسور الموهم كاريتا هاد لجنر دفيه سيب بسكو دورك رح نتوفو في كامل اللي سيت انترنت وفي كامل يعني يعني اللي رفو تالا ديكو اكترا رح نتلقاو بللي يزو او بتي فلأروب وفو يعني فكامل دوال اللي اروبية يزو او بتي pour دي او بتي سو بلان يعني دي او بتي يكونوا تحت دي او بلان تحت الروخام وهادا هو الشي اللي خيرتو انايا انايا اول مرة شفت هدو ما لجنر دفيه شفتهم سور pinterest مان كدبش ومبعد قوت لرجل يخصي دوماج خصارة مكاش هد لجنر دفيه فتزير انا جبنسي كما كانش هد لموديل ومبعد قرح ندرنا في المحلات حتلقيتهم قلت لو خلاص سيبون لشوى اي فى رح ندير ان شاء الله هاد لفيه سو بلان وكما راكو تشوفوا البنات تنظيف تاعو ما كاش ما اسهل يعني يجوز يشيفون تاعك او بكل يحبط داخل لفيه مكان الماء يدخل من داخل مكان يعني الكالكير يتشكل مكان غيان دوتو سي ايبر روعة انايا لفيه النتيجة تاعو هيلة شابة نعود لنفس النقطة تاع الانترتين تاعو شوية صعب يعني لازم له دي برودي سبيسيال له لازم نهاكم تتحكي وتعاودي ما لازم اشتاني تقيسي بكاش حاجة انينوك سينو يتخبش يتجرح يتصدد دونك الانترتين ديالو شوية صعب ما سينو الكوتي الجمالي والكوتي بخاتي ما كاش كما هو دونك انا درت هدايا كما قلت لكم سو بلان هادو مشريتهم كيف كيف مال فيلاج تاع دال ابراهيم راهم متوفرين دونك احين تلقاو باك واحد دو باك يعني كان بلزر يعني موديل ننصحكم تاني كي تخيرو الافياء تاعكم انكم البنات ما تخيروش ديال يكونوا الزوايات قائمة علاش لانو تتراكم فيهم الاوساخ ورح يصعب عليكم التنظيف قولوا انتي الهاج استعاك تنظيف وي بس ما تحس بهاد النقطة غير المرأة اللي تكون يعني توجو عقابها الكوزينة وعقابها التنظيف في تويتو دونك سي فرق نقطة مهمة مع العلم اننا كل يوم ننظفو كل يوم في الكوزينة لأننا نأخذوا بعين اعتبار هذه النقطة لكوان تشاهدون هنا نريكم في اليماج ان الكوان تشاهدون زاوية قائمة يعني لا يشد الوسخ لا يوجد حاجة ولا سنتخلص منها جيدا فاسيلا هذه النصيحة التي نعطيها لكم وكما قلنا ننصح ونعاود بهذا تيب ديفية اللي ساعد ربة البيت بزف تصري تاني فوالا فوالا حبيباتي بهذا ان شاء الله نكونوا لحقنا لنهاية الفيديو تاني عنها اليوم نتمنى برب ان شاء الله انكم خذتوا منها افكار وعجبوكم يعني الاشياء اللي قدمناها في هاد الفيديو وعجبوكم النصائح اللي قدمتها سيسي لوك هالبنات ما تبخلوش عليها بليجام ديالكم بالتشجيع بالبخطاش لكي ينتفع منها اكبر عدد ممكن انا انضرب لكم معد ان شاء الله في الايام المقبلة في فيديو جديد دي سيلات هاللولي بزف بزف روح تبقاوا على خير وباي باي يا حبيبات قلبي